يحيي الفلسطينيون في 30 من مارس أذار من كل عام ذكر يوم الأرض للتعبير عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية بعد أن صادرت السلطات الإسرائيلية ألاف الدونمات من الأراضي السكنية الفلسطينية خرجت على أثرها المظاهرات التي توسعت لاحقا وأدت إلى مواجهات بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية انتهت باعتقال ومقتل العديد من الفلسطينيين وتتنشط الدعوات إلى المظاهرات والاحتجاجات في مثل هذا اليوم من كل عام لإحياء ذكر مقتل ستة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976 استشهد 16 فلسطينيا منذ ساعات صباح الجمعة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 1300 بالرصاص الحي والاختناق ولأول مرة إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار لإلقاء قنابل الغاز وتنشر قناصين على خطوط التماسي الحدودية شمال وشرق قطع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى نقلا عن مستشفيات القطاع باستشهاد الشبان وحيد أبو سمور، محمد كمال النجار، محمود أبو معمر، محمد أبو عمر، جهاد فرينا والفتى أحمد إبراهيم عودة إضافة إلى إصابة 1300 مواطن بينهم عشر بحال الخطر الشديد جراء إصابتهم في الأجزاء العلوية من الجسم ويتلقون العلاج في مختلف مستشفيات القطاع وأكدت أن تظاهرات ومسيرات عمت مختلف مناطق القطاع وتوجهت إلى المناطق الحدودية إحياءً للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد ترجمة نانسي قنقر